السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض السرول بمقادير نجحة وطريقة نجحة جدا جدا هتنجح معاك من اول مرة تابع معايا الاخر الفيديو هنسمي الله ونصلي على رسول الله هنا اول حاجة معنا خمس بضات خبار هنفصل البياض عن الصفارة عشان نعمل مارينج بالبياض بتاع البيض وعشان المارينج يطلع معاك ناجح جدا جدا البولة بتبقى نشفة ولا نقطة مية حتى صغيرة بولة نشفة والمضرب كمان بيبقى ناشف وانا حافصل البيض عن متن بالطريقة دي دي اسهل طريقة لو لسه مبتدأ يعني وعازة البيض دي تفصل معاك او لو عندك الامع اللي احنا بنملى به الازايز اه ممكن برضو تفضي فيه البيضة فهتلاقي البياض بينزل لتاحت والصفار بيطلع لفوق ودي اسهل طريقة برضو لك معاك الطريقتين وممكن تفصلها على اديك بس ممكن تتلقبط منك لو اول مرة يعني فهي دي احسن طريقة تفصل بيها البيضة عن الصفار انا كده هافصل الخمس بضط وهرجع معاكو عشان نشوف باقي المقادير هنا معانا خمسة من الصفار بتاع البيض اول حاجة هضربهم كويس قوي بالمضرب اليدوي هاخد عليهم حوالي معلقتين من السكر احنا هيبقى عندنا مية وعشرين جرام سكر اللي هو حوالي نص كباية هقول لكم المقادير بالجرامات وبالكباية اللي حبي بيستعمل الاكوابل المعيارية او اللي عنده مزاد فاول حاجة هناخد هنا على الصفار البيض هناخد معلقتين من السكر هندويبهم كويس جدا مع بعض لازم السكر يدوب كويس قوي لوعية السكر بتكون كويس يا جماعة بيكون سكر ابيض عشان يديكم نتيجة حلوة فلتيكات عمتا وبيطلع لون الكيكة فاتح الزيت كمان بيبقى زيت نباتي صافي مالوش صعمة مالوش ريحة وبرضو عشان يديكم نتيجة حلوة قوي في الكيكات عشان الناس اللي بتشتكي بتقول ان الكيكة بتطلع جمئة منوك الصفار طبعا بحط عليه فانيليا ومعلقة الخل ده اساسي معي وكمان لو استعملت الفانيليا السايلة بيبقى احسن بكتير بتبقى ريحتها قوية هاخد معلقة صغيرة من الخل هدوبهم كويس قوي مع بعض عشان نريحة بتاعة البيض وهنحط عليه السكر بما يعادل زي ما قلتلكم من الكمية هاخد منها حوالي معلقتين لحد لما يدوب كويس جدا معي لو قبنا السكر كويس هننزل هنا بحوالي ربع كباية من الزيت او بما يعادل اربعين جرام من الزيت برضو هقلبهم كويس جدا مع بعض لحد لما الخليط كله يتجنس مع بعضه يعني وبعد كده هضيف عليهم ربع كباية من اللبن او بما يعادل ستين جرام من اللبن بس لازم طبعا ندوب كويس جدا عشان السكر يكون داب خالص لان السكر لو مدابش كويس يا جماعة اعملكم مشكلة في الكيك بعد كده عمتا فنمشي على الخطوات كويس جدا عشان النتيجة تطلع معا مصحة في الاخر من احلى الطرق اللي ممكن تاكلوا بها كيك او سسرول طريقة فصل البيض عن السفار بتدي نتيجة حلوة قوي وبيبقى طعمها حلو جدا بتبقى قطنية احلى بكتير من الاسفنجية كمان هنا كمان ضفت اللبن وهقلبهم كويس جدا مع بعض زي ما قلتلكم الحب بيستعمل الاكواب المعيرية او يستعمل الميزان بالجرامات وطبعا موضوع الجرامات بيبقى ادق بكتير واحلى بكتير في موضوع الحلويات بيطلع النتيجة حلوة او هدوبهم كويس جدا مع بعض هنا بقى اخر مرحلة معي خلاص الخليط بقى هاش معي هضيف حوالي تلات تربع كوب دقيق او حوالي تسعين جرام من الدقيق طبعا الديق ده بيبقى ديق كيك يا جماعة يفضل يعني عشان نديكم نتيجة حلوة قوي لان دقيق الكيك بيدي نتائج كويسة جدا هدوب كويس قوي طبعا الديق محطوط عليه نص معلقة صغيرة ممسوحة بيكنج بودر ونخلوهم مع بعض دي انا دايما بحب لما اعمل الكيكة انخل الديق مع البيكنج بودر او عمتا لما بشتغل بالديق لازم انخله قبل ما اشتغل به فهنا تلات تربع كوباية دقيق وعليهم نص معلقة ممسوحة من البيكنج بودر هننزل عليهم واحدة واحدة لحد لما يختلطوا كويس جدا اسهل طريقة دي عشان الناس اللي لما بتعمل بتضرب البيض مع السكر وتيجي الدو بالديق احيانا بتقول ان الديق ما بيختلطش كويس هي دي احسن طريقة تشتغلوا بها هتضمنوا ان الديق اختلط كويس وكمان هتضمنوا ان الهواء اللي دخلتوا للكيكة ما بيروحش مع التقليل طبعا زي ما قلتلكم طبعا البولة كانت ناشفة جدا ونضيفة المضرب ناشف ونضيف خمس بياض بيض هناخد عليهم بس زرة ملح ده لحد لما يبقى معانا زي قوام الكريم شانطيه هتلاقوه ما بينزلشوا من البولة وحوريكوا دلوقتي القوام بتاعه يبقى عامل ازاي بس اول ما هضرب بالشكل ده يعني اول ما يوصل معانا المارينج بالشكل ده هبدأ اضيف عليه الباقي السكر على تلات دفعات احنا طبعا النص كوباية اخدنا منه معلقتين للصفار الباقي دلوقتي هنزل به على تلات دفعات بالشكل ده واضرب كويس جدا واضمن ان السكر كله بيدوب معايا مفيش اي سكر بيبقى ظاهر في البياض او في السفارة بس كده يا حلوين هضيف لحد لما الاقي القليط ابتدى يتقل معايا ابتدى يبقى معايا بالشكل ده بصوا القوام بتاعها وبقى عامل ازاي تقيل جدا جدا حتى لو قلبتوا البولة مش هتلاقوا فيه اي حاجة بتنزل معايا وكده هتتأكدوا ان انتوا وصلتوا كده للقوام المطلوب اللي احنا عايزينه وكده المارينج بتاعنا يبقى ناجح جدا وان شاء الله الكيكة بتاعتنا هتبقى ناجحة جدا جدا في المرحلة دي هنبدأ ان احنا نخلطهم مع بعض الخلطين خليط صفار البيض مع خليط بياض البيض هاخد شوية من البياض على الصفار وابدأ اخلطهم واحدة واحدة بحيس ان انا اضمن ان الهوا اللي انا دخلته ده ما يطلعش من كيكة السوسرول ويطلع معايا ناجح جدا جدا في الفرن لان الهوا ده هو اساس نجاح الكيك عامة تانية فهبدأ اخد واحدة واحدة واقلبهم كويس مع بعض لحد لما يبقى عند الخليط المزبوط بتاع الكيك واحدة واحدة كده لحد لما كل الخليط يا جماعة بصوا امتازة جماعية الخليط شكله هش جدا جدا يعني 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 مزجهم كويس قوي قوي مع بعض ودي انجح طريقة زي ما قلت لكم ممكن تعملوا بيها سواء كيكة سفنجية او سسرول طبعا هنا اه صنية مستطيلة او صاج اه بتاع جاتو هتبطنوه بورق زبدة وهتدونوه بالزيت يعني سبته ورق الزبدة فيه وبعد كده احط فيه الخليط وهبدأ اساوي فيه الخليط وهخبط الصاق كويس جدا او الصنية عشان اطلع اي هوا منه واساوي الخليط فيه وطبعا الفرن بتاعنا هنا هيبقى شغال على مية وسبعين درجة اه مش مية وتمانين يا جماعة لان الكيكة دي رقيقة مش كيكة كبيرة هيبقى شغال معنا على مية وسبعين درجة ومش هتاخد في الفرن اكتر من حوالي يعني من تلت ساعة او نص اللي خمسة كده بعد تلت ساعة افتحوا عليها الفرن واختبروها بخلة لو لقيتوها لسه ما استودش سيبوها حوالي خمس دقيق بس الفرن بيتفتح شوية صغيرين خالص اه مش فتحة كبيرة يعني ونختبرها من النص بالخلة بس اهم حاجة زي ما قلتلك دلوقتي ان احنا نساوي الخليط كويس جدا اه في صاج الخبز او في الصنية عشان تطلع معنا النتيجة حلوة وشكلها جميل ومزبوطة اه ومن بوصل حاجة على اخر حاجة يعني اهتموا بكل التفاصيل عشان تطلع معاكم حاجة مزبوطة جدا وشكلها حلو وطعمها كمان حلو طبعا الكيكا دي اول ما بتخرج من على الفرن بنقلبها على الشبكة اه بس بتتلفوا هي لسه سخنة ما بتسابش لما تبرد عشان السرول مايفكش منكم اه هنقلبها على اه الشبكة وبعد كده هنرجع نشيلها ونقلبها تاني على ورق زبدة بحيس ان اللي بيبقى تحت في الصنية هو اللي بيبقى جوه مش بيبقى بره هوريكم ان شاء الله بعد لما اطلعها من الفرن بس انا دلوقتي زي ما قلتلكم بحاول اه اخبط القصة كويس جدا عشان يطلع لي اي هوا من اه من الصنية يعني ولو في اي جزء مش متساوي اتساوي كله مع بعضه عشان يبقى كله بسمك واحد عشان لما اطلعه من الفرن يبقى كله متساوي واعرف الفه ويطلع معي رول مزبوط جدا جدا زي ما قلتلكم كده هتدخل الفرن وحتخرج بعد حوالي تلت ساعة كده بعد ما اه خلصت انا ده هنتقب المربة مربة مش مش بس هي لونها مغمئ شوية اه ممكن تحطوا مربة فراولة او طبق خفيفة جدا من الكريم شنطية اه وزي ما قلتلكم هي كده تقلبت على ورق زبدة تاني من ناحية التانية واللف بتاعها بيبقى الشكل ده بحاول الف الرول بالشكل ده خلاص كده انا كنت قفلتها يعني انتو بتلفوا تحت الورق يا جماعة وبتضغطوا بتضغطوا على الورق من جميع الجهات وبتقفلوا من الناحيتين وعندكو حل من اتنين يا اما تتساب في الفريزر لمدة نص ساعة يا اما في التلاجة لمدة ساعة المهم ان هي لازم تدخل التلاجة قبل ما تفكوها وطبعا الكيك بعد ما بتخرج بتكون وشيلتوا كل الحواف الزيادة زي اللي جاتوه بالزبط زي لما بنعمل في الجاتوه في الحاجات دي بنشيل كل الحواف الزيادة ده كان شكلها بعد اه ما طلعتها بعد مص ساعة من الفريزر لو في حد ما معرفش يوصل للون ده ولقى الكيك اللون هفتح ممكن وهي في الفرن تفتحوا عليها الشواية بعد ما تستوي من تحت خلاص وتيجوا هتخرجوها فتحوا عليها بس الشواية دقايق لحد لما تاخد اللون اللي انتو عايزينه وهتلاقوا شكله وبصه طالع جميل جدا وما تفكش مني ولا اي حاجة جربوه بالطريقة دي وان شاء الله هيعجبكو جدا ما تنسوش لايك وشير واشتراك في قناة روش ابراهيم شيف الواحة